استضافت القاهرة مراسم التوقيع على اتفاق تأسيس ومثاق البنك الإفريقي للطاقة بين كل من منظمة منتج البترول الأفارقة والبنك الإفريقي للتصدير والاستراد أفريكسيم بنك وشهد وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملة مراسم التوقيع حيث أكد حرصاً مصر على المشاركة في مبادرة تأسيس البنك والعمل الفاعل في منظومة البنك الإفريقي للطاقة مشدداً على الأهمية القصوى لهذه المبادرة كخطوة هامة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة الإفريقية من بترول وغاز وطاقات متجددة ومن جانبه أشهد الأمين العام لمنظمة منتج البترول أفارقة بالدور المصري في دعم فكرة إنشاء البنك الإفريقي للطاقة منذ عام 2020